أسهل خمس تمارين للبطن في البيت في الفيديو ده هشرح لك أسهل خمس تمارين بطن تقدري تعمليهم في البيت بسهولة التمارين هتكون سهلة وبسيطة علشان المبتدئين وده بناء على طلباتكو في التعليقات لكن علشان توصلي البطن فلاد بدون دهون فده مش هيحصل بالتمارين بس لازم حاجات تانية أهم بكتير من تمارين البطن هشرح لك في نهاية الفيديو فبلاش تهتمي بالكم تمارينة دول وتنسي الأهم من التمارين يلا نبدأ نشوف الخمس تمارين وما تنسيش تعملي لايك على الفيديو ده ولو أول مرة تشوفي قناة فتنس إيجيبت اعملي اشتراك وفعالي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة التمرين الأول اسمه تمارين بيرد دوج انزلي على ركبك ودرعاتك بحيث جسمك يكون شبه مستوي من فوق وبدأي بحركة الدراع اليمين مع الرجل الشمال والدراع الشمال مع الرجل اليمين وهكذا بالتبادل من مميزات التمرين ده أنه خفيف جدا ومناسب للمبتدئين وبعيد عن أي خطر للإصابة لو كنت مبتدئ أو مستصعب التمرين هتقدر تقومي بيه بكل سهولة التمرين التاني تمرين اسمه Dead Bug وده عكس التمرين اللي فات في الوضع لكن بنفس الحركة تقريبا الفرق بسيط وهو بدل ما كنت ينزل على ركبك هتنامي على ظهرك وجسمك مفروض وتبدأ الحركة رجل مع دراع بالتبادل زي ما انت شايف وبرده التمرين ده حلو جدا للمبتدئين وبعيد عن خطر الإصاب التمرين التالت هو تمرين Reverse Crunch تمرين سهل وظريف ونقدر نعمل منه عدات كتير شائع عن التمرين ده أنه تمرين للجزء السفلي من البطن بس وده غير صحيح هو فعلا مركز جدا على البطن من تحت لإنها بداية الحركة ونهايتها لكن ده مش معناه إننا نحصر تأثير التمرين ده على جزء صغير من البطن بالعكس التمرين ده بيشغل عضلات البطن بالكامل وكمان الأفخاد تمرين حلو ومناسب لكل المستويات وتقدر يتعمليه في البيت وفي أي مكان في سؤال بيتكرر عن التمرين ده وهو الأفضل إيه أتني الرجبتين ولا فرد رجلية على استقامتها الإجابة أن الاتنين من تمرين Reverse Crunch والاتنين بيشغلوا عضلات البطن كويس لكن التأثير الأقوى لما بنكون فردين رجلين التمرين الرابع اسمه تمرين Flutter Kick تمرين بعتبره من أفضل تمرين البطن المنزلية أولا لإنه مناسب للمستوى المتوسط في المبتدئين يقدروا يعملوه بعد كان محاولة والمتقدمين يقدروا يعملوه يزودوا العدات ثانيا لإنه بيشغل أكتر من عضلة وكمان بيعتبر مسجم بين تمرين المقاومة وتمرين الكارديو فبالتالي بيستهلك سعرات حرية عالية هتنامي على ظهرك وجسمك مفروض وتخلي درعاتك تحتك بالشكل ده بحيث الكافين يكونوا ملامسين تحت المؤخرة والوسط مرفوع شوية التمرين ده هتشوفيه صعب بس لما تجربي تعمليه هتلاقيه بسيط ومع الوقت هتعملي عدات كتير التمرين الخامس هو تمرين Arms High Partial Setup شبه الكرنش العادي بس بنتني رجلينا فبتدينا سبات أكتر على الأرض وبنرفع الدرعين بالشكل ده وبنطلع لفوق بالصدر ما تركزيش مع درعاتك وخلي تركيزك دايما ان الصدر هو اللي بيطلع فبالتالي عضلات البطن بتنقبض وننزل ببطء ونتحكم في نزول الظهر على الأرض مش ننزل ننام ونريح العضلة انزلي متحكمة في جسمك وما تسبيش نفسك ترتاح حسي بعضلات بطنك بتتعسر وانتي بتتمرن تعالي بقى أقولك على كام حاجة أهم كتير من تمرين البطن ولازم تنفزيها علشان بطنك تبقى فلات لأن التمرين مهما كانت قوتها فهي في النهاية بتنمي العضلة فاخذي لكم نصيحة دور وصدقيني هتشوفي تحول قوي جدا في شكل جسمك من أول شهر أول حاجة بلاش تتعبي نفسك في التمرين بدون نظام غذائي لأنه هيبقى تضيع وقت ومجهود على الفاضي فقبل ما اتفكري في أداء التمرين صممي لنفسك وجبات مناسبة لهدفك وأنا مسهلالك الموضوع ده في رابط جديد هتلاقيه في أول تعليق تحت الفيديو الرابط فيه جدوى لسعرات الأكل تقدري تعرفي منه أنت أكلت كام سعر حراري وفيه كمان آلة حسبة بتحسب لك جسمك محتاج كام سعر حراري في اليوم فدخل حسبي سعرات جسمك وأكلك من أول رابط في التعليق الحاجة التانية بلاش موضوع أنك تتمرني بطنه بس مرني كل جسمك علشان ياخد شيب كويس وتقدري تعملي ده من خلال تاني رابط في أول تعليق تحت الفيديو وفيه نظام تنشيف دهون بتمارين ووجبات لمدة شهر كامل تقدري تطبقيه في البيت الحاجة التالتة وهي أنك لازم تهتم بجسمك من فوق ومن تحت الموضوع مش عضلات بطنه بس لأ جسمك كله لما بيتشد وبيتفرد من فوق ويعمل كرفات من تحت بيظهر الوسط أكتر وبيبين أن البطن نحيفة جدا حالتك النفسية وممارستك للنشاط الرياضي دايما مرتبطين ببعض والتنين بيأثروا على بعض سواء بالسلب أو بالإجاب فلو بتبتدي يومك بتمارينك الرياضية ده هيخلي جسم الإنسان بيفرز مادة اسمها سيروتونين ودي المادة المسؤولة عن السعادة بيحطوها في الأدوية المضادة للكتاب فحاولي تخلي دايما بداية يومك هي النشاط الرياض ولو مش متاح ليكي حاولي تسحي بدري عن شغلك أو دوامك وتمرنه الموضوع هيفرق معاكي بقى اليوم أولاً تمارين الكارديو زي ما انتو شايفين على الشاشة تمارين الكارديو دي مش محتاجة جم ونقدر نعملها في البيت بمنتهى سهولة ودي تمارين نقدر نتمرنها في البيت بشكل يومي لأنها مش بتحتاج مدة طويلة في مرحلة الاستشفاء تمارين الكارديو ممكن نسبتها يومياً بشكل سابت في يومنا لكن مهم جداً إننا نتمرن بشكل مخفف في البداية وحسب قدرتنا الشخصية وفي نهاية جزء الكارديو أنصحك بس باختيار الأسهل ليكي واللي تقدري تستمري عليه مدة طويلة وممكن التغيير عمداً في تمارين الكارديو ولكن في النهاية هي ليها تأثير واحد وأهم هدف منها هو إنك تعلي من ليقطك البدنية وتستهليك كتير من السعرات الحرارية الجزء الثاني هو تمارين المقاومة في البيت وتقدري تطبقيها بمنتعة البساطة باستخدام أدوات بسيطة لكن لو مش موجودين تقدري تستخدمي أزايز ماية مليانة أو ممكن تمليها رمل أو أي مادة وزنها تقيد وتقدري برضو تطبقي تمارين المقاومة تنبيه بسيط للناس المهتمة بس بتمارين الكارديو وبتتجاهل تمارين المقاومة أهمية تمارين المقاومة مختلفة تماماً عن أهمية تمارين الكارديو فزي ما قلت في جزء الكارديو الهدف الأساسي من الكارديو هو استهلاك سعرات الحرارية ورفع اللياقة البدنية لكن في المجمل تمارين غير كافية لإعطاء الجسم الشكل المثالي ورسم الكرفات ومنحنايات الجسم أما تمارين المقاومة فلا غنى عنها أبداً لأنها بتشد الجلد وبتقدي على السيلولايت وبتشد الترهولات وبتدي الجسم الرسمة أول شيء باللي كلنا بنسعليه واللي بنسميها كرفي وده عن طريق إننا بنلعب على العضلة معينة بأوزان بيحصل لها تفتيت ومن هنا بيبدأ الجسم في بناء الخلايا العضلية مرة تانية وبشكل أفضل فيبان الجسم شكله منحوط زي ما بتشوفوه في السور والفيديوهات فالأفضل إن نجمع ما بين النوعين نبدأ أولاً بالستريتشات ثم بقايق من الكارديو قصيرة للإحماء ونتمرن مقاومة وبعد ما نخلص هنتمرن كارديو بشكل مفتوح لحد ما تتعب مصطلح تمارين المقاومة ده مصطلح واسع تمارين المقاومة مش معناها بس الحديد لأ أي تمارين هتلعبيه بيعمل مقاومة على العضلة هيبقى من تمارين المقاومة اللي هتحقق لك الهايبر تروفي فممكن تتمرني في البيت بوزن جسمك تمارين زي البوشب والعقلة والمتوازي والسكوات والبطن وإلى آخره من التمرينات اللي بوزن جسمك ولو هتنزلي جيم فخلاص كده أنت مش محتاجة أي حاجة غير إنك تمشي على نظام تمارين مناسب لجسمك ولحالتك الشخصية وبحدد لحالتك الشخصية يعني اللي تناسبك أنت مش اللي تناسب صاحبتك وعاوزة تقلديها وخلاص لما تروح الجيم تركزي على الأساس وهو تمارين المقاومة لأن معظم البنات بيروحوا الجيم علشان يلعبوا زومبا وآيروبيكس ما تفهميش طبعا إيه المنطق يعني ما أنت ممكن ترقصي في البيت وخلاص مفيش نتائج مبهرة من غير ما تزبطي أكلك وأهم ما في أكلك هو عدد جرامات البروتين وما تقلقيش مش هسيبك تايها كده وهقولك تاخدي كم جرام يوميا وهساعدك في طريق تجميع عدد جرامات البروتين خلال يومك ومن الأكلات العادية جدا أول حاجة أنت محتاجة كم جرام بروتين مفيش رقم دقيق 100% في الموضوع ده بالذات والدراسات اللي اتكلمت برضو حطت أرقام متفوتة من جسم للتاني بس أنا هتديك رنج كده كمتوسط ما تبعديش عنه الدراسات قالت أن الكل كيلو من وزنك متوسط 1 و 2 من 10 جرام وزاد الرقم وقل مع اختلاف الرياضات وده معناه أنك كواحدة عايزة تبني عضلات لازم تاخدي قدر كافي من البروتين يوميا لأنك مش بس بتحفظي على عضلاتك أنت بتزوديها والخلية العضلية أصلا زي ما احنا عارفين إنها عبارة عن بروتين فخلينا فرنج الأمان والمتعرف عليه في الوسط الرياضي وهو 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك يعني لو وزنك مثلا 75 كيلو يبقى هتكلي يوميا 150 جرام بروتين خلي بالك ده على أقصى تقدير علشان لو ما قدرتيش تجمعيهم وأكلتي 100 جرام بس تبقي في الزون الأمان برضو وعشان ما نطولش في النقطة دي ونبعد عن الملل هقولك على الحال النموذج الموضوع البروتين ده بتكلفة 700 جنيه في الشهر وهتاخدي 100 جرام بروتين يوميا من البنية وصدور الفراخ لكل 100 جرام منها بتحتوي على 25 جرام بروتين وده رقم ممتاز يعني لو كل يوم أخدتي 400 جرام صدور وقسمتيهم 200 جرام بالنهار و200 جرام بالليل انت كده أخدتي 100 جرام بروتين شوفي بقى بقى وجباتك زي البيض أو السمك وغيرها من الوجبات الصحية هتدفلك قد إيه بروتين انت عمرك ما تنتزمي 100% كلنا كده من أول المحترفين للهواة احنا كلنا بشر مش آلات متحركة فبالتأكيد هتكسلي يوم عن التمرين أو هتلغبطي في أكلك مرة وهيحصلك زرف يخليك ما تتمرنيش لمدة 3-4 تيام وده طبيعي أنا بقى عايزاكي تقتنع وتفهمي حاجة ان ده طبيعي جدا فما تجيش بعد قطع يومين أو لغبطت يوم في الأكل تقولي أنا خلاص لغبطت وتضايط باز وتكسلي نفسك لأ كلنا كده وشطرة مننا اللي لما تلغبط تكمل وتتمرن تاني مش تقف مكانها وترجع لنقطة السفر وفي النهاية مش هقولي غير إبدائي بلي تقدري تعمليه مش لازم تبدائي بأداء التمرين كلها ومش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت في البداية ده طبيعي ولازم نغلط ونبوص في البداية علشان نتعلم ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو واشتركي في القناة وبصي على أول تعليق تحت الفيديو هيفيدك جدا وما تنسيش تكتبي كومنت تحت الفيديو كمان واستنينا في الفيديو اللي جاي